أعوذ بالله من الشيطان الرعيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها زال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي في يده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعمير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ قل لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أن لا تطغر في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخصر الميزان والأرض ووضعها للأمام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحبود العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصاني فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطين بَيْنَهُمَا بَوْزَخُلُ لَا يَبْغِيَان فبأي آلاء ربكما تكذبان يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْمُؤْلُؤْ وَالْمَوَجَان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشأت فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبا يسأله ورح السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبا سنفره لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبا يرسل عليكما شواه من نار ونخاسر فبأي آلاء ربكما تكذبا فإذا شققت السماوات والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من نار ونخاسر فكانت وردكما تنفذوا من نار ونخاسر فبأي آلاء ربكما تكذبا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربك ما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حلم الآن فبأي آلاء ربك ما تكذبان ولمن خاص مقام ربه جل المكان فبأي آلاء ربك ما تكذبان دوات أسنان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما من خاص مقام ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهن قاصرا قصرا 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 فلم يطمثهن إن إن سرقب اشتركوا في القناة فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جميل نتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مددان مددان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ما فات جسور ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه من خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مددان حور مددان حور مددان فبأي آلاء ربكما تكذبان مددان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين متكئين على رفرف خطر وعب عريج الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كذب الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الراجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المراحاه فجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها ذال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِمِيرُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَيْقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيِّرُ قُلْ لَمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكو ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطور ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة قل لي لما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه سلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطلوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل وذات الأكمان والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان بأي آلاء ربكما تكذبان يخدج منهما المؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان ويبقى وجه ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرج لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَتَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا إِنْ اسْتَتَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُونَ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَادٌ مِنْ نَارٍ وَنُخَاسُمْ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرَدَةً تَنْتَدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَاجَانِ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ لِنَّ وَاصِيُّ وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يُكذب بها المُجْرِمُ يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آل فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَلْمَتَانِ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان 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 متكئين على خرش بطائن فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الثَّرَّفِ أَمْ يَطْمِحْهُنْ إِنْ إِنْسُمُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَالُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُتَلِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتِ وَالْمَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُتَلِّبَانِ الْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُتَلِّبَانِ وَمِنْ دُونِهِ مَا جَلِّنَكَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُتَلِّبَانِ مُدَذَاءُ الْمَقَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُتَلِّبَانِ فِيهِ مَا عَيْنَا مِنَا الْمَقَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُتَلِّبَانِ فِيهِ مَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُتَلِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُتَلِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُتَلِّبَانِ حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهم لإنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف الخطر وعب أريح الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرعيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعا فاجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها زال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعمير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ قل لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكو ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه سوفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الكرآن خلق الإنسان علمه البيان أشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطلوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأمام فيها سافهة والنخل ذات الأكمام والحبود العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما المؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشاة في البحرك الأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها سام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفره لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونخسر فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقة السماء فكانت وردة تنفذان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ من نواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حليم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاص مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من خاص مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الخرف فِي لَمْ يَقْمِثْهُمْ لِنَّ إِنْ سُورُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَوَانْ فَبِأَيْي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ فَبِأَيْي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ الجزاء الإحسان إلا الإحسان فَبِأَيْي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ وَبِأَيْي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ مُدْأَيْي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ فِيهِمَا عَيْي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ فبأي آلاء ربكما تقدمان فيه ما فات جسور ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه من خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهم لإنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف الخطر وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك السم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرعيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعا فاجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي في يده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور لكاد تميز من الغيظ قل لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكو ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تنور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه سلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الكرآن خلق الإنسان علمه البيان أشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطلوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخصر الميزان والأرض وضعها للأمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بينهما بعزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخلق يخلق منهما المؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان وله الجوار المنشآت تكذبان ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما ويبقى وجه ربكما تكذب الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 في السماوات والأرض كل يوم كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنصره سنصره لكم أيها الثقلان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان يرسل عليكما شواه من نار ونخسر ونخسر فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان فإذا شقة السماء فكانت تكذبان ونخسر ونخسر فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ونجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف يعرف المجرمون بسيما هم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون يتوفون بينها وبين حليم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان دواتا أسنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان فيه ما من كل فاكد زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان متكئين على فرشان بطاء مجام استبرق وجنى الجنة لدان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 فبأي اشتركوا في القناة فيهما عينا من الضغطان فبأي آلاء ربكما تكدبان فيهما فات جثور ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكدبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكدبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكدبان لم يضمثن لإنسا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكدبان متكئين على ربكما تكدبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكدبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرحا فاجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها زال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعمير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ قل لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكو ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة قل لي لما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه سلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الكرآن خلق الإنسان علمه البيان أشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطلوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصي والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الجنة من ممارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما تكذبان ربكما تكذبان بأي آلاء 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 ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنخذوا من أكبر السماوات والأرض فانخذوا لا تنخذون إلا بسلطان ربكما تكذبان بأي آلاء 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 ربكما تكذبان فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقة السماء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنسو ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ للنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء 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 ربكما تكذبان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِنْ دُونِهِمَا جَمِنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدَذَان مَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَا مِنَ الدَّوَخَطَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 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 مُتَّكِئِينَ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَعْوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرَحَاهِ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِنَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَاهِ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَ النَّارَ الْكُبَرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاسئاً ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِمِيرُ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور تكاد تميز من الغيظ قل لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكو ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكباً على وجهه أهداً أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة قليلاً ما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه سلفة سيئت وجوه الذين كفروا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الكرآن خلق الإنسان علمه البيان أشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطلوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأمام فيها سافهة والنخل ذات الأكمام والحبود العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الإنسان من صلصان وخلق الإنسان من صلصان من صلصان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان خلق الإنسان من صلصان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان 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 ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونخسر فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقة السماء فكانت وردتا تنفذان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنسي قنقر فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيما فيعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ من نواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاص مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان دواتا أسنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إن إنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربك لا تكذبان كأنهن الياقود والموجان فبأي آلاء ربك لا تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربك لا تكذبان ومن دونهما جميعنا كان فبأي آلاء ربك لا تكذبان مدهان مدهان فبأي آلاء ربك لا تكذبان فبأي آلاء ربك لا تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربك لا تكذبان فبأي آلاء ربك لا تكذبان فبأي آلاء ربك لا تكذبان حول مدهان حول مدهان مدهان فبأي آلاء ربك لا تكذبان اشتركوا في القناة متكئين على رفرف الخطر وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المراحا فاجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي في يده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغير قل لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن اعلم الكرآن اخلق الإنسان اعلمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أن لا تطغر في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصي والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصانيك الفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجع البحرين يلتقين بَيْنَهُمَا بَوْزَخُلْ لَا يَبْغِيَان فبأي آلاء ربكما تكذبان يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْمُؤْلُؤْ وَالْمَوَجَان فبأي آلاء ربكما تكذبان وَالْمُؤْ اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 فبأي آلاء ربكما تتذبان لم يضمثن لإنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف الخطر وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك السوربك بالجلال والإكرار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرحاه فجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وما يكفى وليسرك لليسرآ فذكّر إن نفعك الذكروا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها زال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر سكراتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعمير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ قل لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكو ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه سلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الكرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطلوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشريقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان بأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها سان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرج لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانخذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونخاص فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقعت السماء فإذا شقعت السماء فكانت وردة تنفذان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ونجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حلم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاص مقام ربه جلتان فبأي آلاء ربكما تكذبان دواتا أسنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على خرش بطائن ولمن خاص مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء 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 ربكما تكذبان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِنْ دُونِهِ مَا جَمِنَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدَذَان مَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَا مِنَ الدَّوَخَطَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 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 متكئين على رفرف الخطر وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعاه فاجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعمير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فكاد تميز من الغيظ قل لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكو ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصط بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفتده قل لي لما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه سلفة سيئت وجوه الذين كفروا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الكرآن خلق الإنسان علمه البيان أشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطلوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأمام فيها ساكهة والنخل والسردات الأكمان والحبود العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الإنسان من صلصال وخلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال والسردات الأمام والسردات الأمام فهي مجدد لهي مجدد ربكما تكذبان مرجى البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما المؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشاة في البحر فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها سام ويبقى وجه ربكما ويبقى وجه ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل الله في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفره لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواه من نار ونخاصر فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقعت السماوات والأرض فإذا شقعت السماوات والأرض فكانت وردتا تنفذان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ونجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماهم فيعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جلنة فبأي آلاء ربكما تكذبان دواتا أسنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكد في الزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على خرش بطاء مجام استبرط فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تتكذبان مجام استatteógان ترجمة نانسي قنقر فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جميل نتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مددان مددان 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 ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف الخطر وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المراحا فاجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي في يده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ قل لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطلوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العص ورائحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصاني كالفخار وخلق الجانن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بَيْنَهُمَا بَوْزَخُلْ لَا يَبْغِيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْمُؤْلُؤْ وَالْمَوَجَان فبأي آلاء ربكما تكذبان وَالْمَوْنْ workoutُ وَالَّهُمْ جَوَارِ الْمُنْشَآتُ وَالْمَوْنْ شَأَتُ وَالْمُؤْفِيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله الله في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفره لكم أيها ثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونخسر فلا تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شققت السماوات والأرض فإذا شققت السماوات والأرض فكانت وردة تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صحف ترجمة نانسي قنقر 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 دماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعمير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ قل لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكو ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة قل لي لما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه سلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الكرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أن لا تطغر في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل وذات الأكمام والحبد العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشريقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجع البحرين يلتطيان مرجع البحرين يلتطيان بينهما برزخل لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخضج منهما المؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها سان مرجع البحرين يلتطيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل الله ربكما تكذبان يسأله الله في السماوات والأرض كل يومه وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفره لكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 إن استطعتم أن تهدوا ان استطعتم أن تكذبوا فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان إنس ونجال فبأي آلاء ربي كبار تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جلل مكان فبأي آلاء ربكما تكذبان دواتا أسنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من خاف مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الخرف لم يطمحهن إن إنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 ومن دونهما جميل نتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهم من خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهم لإنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرعيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعا فاجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى ما إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها زال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعمير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور فكاد تميز من الغيظ قل لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكو ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضٍ ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن ذاذ الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًا أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْتِدَةِ قَلِي لَمَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي دَرْأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَ الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ سُلْفَةً سِيئَتْ أُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سِيئَتْ أُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعْيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضُلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِيمٍ أَعَوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنَ عَلَّمَ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنسَانِ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ وَالْنَّجَمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالْسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضْعَ الْمِيزَانِ أَنْ لَا تَطَغَرْفِ الْمِيزَانِ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَرَضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا سَافِهَةٌ وَالْنَخْلُثَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّدُ الْعَصِّ وَالْرَيْحَانِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلِكَ الْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مِمَارِجٍ مِنْ نَارِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَ الْمُؤْلُؤْ وَالْمَرَجَانِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَالْمَغْرِبَانِ وَالَهُمْ جَوَارِ الْمُنْشَاتِ وَالْمَنْتَقِيَا يَلْتَقِيَا وَالَهُمْ جَوَارِ الْمُنْشَأَتُ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل الله في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفره لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواب من نار ونخاصر فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شوقت السماوات والأرض فإذا شوقت السماوات والأرض فكانت وردكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماهم يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ من نواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حليم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاص مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من خاص مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على خرش بطاء مقام استبرق وجنى الجنة يدان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جلنة فبأي آلاء ربكما تكذبان مددان مكان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما أجل marine فبأي آلاء 복كما تكذبان ل discovery ثبأي آلاء ربكما تكذبان العلماء ربكما تكذبان ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهم لإنسا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف الخطر وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرعيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعاه فاجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها زال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي في يده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِمِيرُ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ قُلْ لَمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضُلَالٍ كَبِيرٌ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْكِلُ مَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ السَّعِيرُ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرَضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَذِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٌ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ ذَذَ الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٌ أَمَّنْ ذَذَ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لجوا في عطو ونفور أَفَمَنْ يَمْشِي مُتِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ وَالْسَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْتِدَةِ قُلْ لَمَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي دَرْأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ أُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سِيئَتْ أُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعْيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضُلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ أَعَوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمٍ الرَّحْمَنِ عَلَّمَ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنسَانِ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ وَالنَّجَمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضْعَ الْمِيزَانِ أَنَّا تَطْغَوْفِ الْمِيزَانِ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْصِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَرَضَ وَضَعَهَالِ الْأَمَامِ فِيهَا فَاكِهَا قُلُّ وَالنَّخْلُتَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّدُ الْعَصِّ وَالْرَيْحَانِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلِّكَ الْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مِمَارِجٍ مِنْ نَارِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَ الْمُؤْلُؤُ وَالْمَوَجَانِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَالَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ سِنْبَحْرِكَ الْأَعْلَانِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا سَانِ وَيَبَقَى وَجَهُ رَبِّكَذُ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلْهُ الْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفَرُهُ لَقُلْ أَيُّهَا الْثَقَلَانِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَتَعْتُمْ أَنْ تَنْخُذُوا إِنِ اسْتَتَعْتُمْ أَنْ تَنْخُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْخُذُوا لَا تَنْخُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ شُوَادٌ مِنْ نَارٍ وَنُخَاسُمْ فَلَا تَنْتَصِرُونَ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرَدَةً تَنْدِهَانِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَاجَانِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ يُعْرَفُ الْمُجْرِمَهُمْ فَيُؤْخَدُ بِالنَّ وَالْصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَكُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَلِّمِ الْآنِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَلِّ الْمَكَانِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دَوَاتَ أَسْنَانِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجَرِيَانِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى خُرُشٍ بَطَاءِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 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 ربكما تكذبان فيهما عيناني الضوطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فات جثور ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن لإنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف الخطر وحور مقصورة فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرعيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المراحاه فجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِمِيرُ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ قل لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرُ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ وَكُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ظُلَالٍ كَبِيرٌ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْكِلُ مَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ السَّعِيرُ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرَضَ فَإِذَا هِيَ تَنُورَ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَذِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِرٌ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ ذَذَ الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ أَمَّنْ ذَذَ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقُهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُطُورٍ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّ أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْتِدَةِ قُلْ إِلَمَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي دَرْأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِمُ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ سُلْفَةً سِيئَتْ أُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سِيئَتْ أُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعْيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٌ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضُلَالٍ مُّبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِيمٌ أَعَوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أن لا تطلق في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخصر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل والصداد الأكمان والحبّد العصي والرائحان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلِقَ الفَخَّار وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَعْرِجٍ مِنْ نَارِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَ الْمُؤْلُؤُ وَالْمَرَجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَالَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ وَالْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا سَالُ وَيَبَقَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُوَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلْهُ وَالْفِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هِوَ فِي شَأْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَصْرُهُ لَقُلْ أَيُّ نَثَّقُلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَتَعْتُمْ أَنْ تَنْخُذُوا إِنِ اسْتَتَعْتُمْ أَنْ تَنْخُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْخُذُوا لَا تَنْخُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَادٌ مِنْ نَارٍ وَنُخَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَوْحَةِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرَدَةً تَنْدِهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَاجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ لِنَّ وَاصِيُّ وَالْأَقْدَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هذه جهنم التي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَتُعُفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ الْآنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَلْمَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دَوَاتَ أَسْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجَرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى خُرُشٍ بَطَاءِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ومن دونهما جميل نتان فبأي أعلا ربكما تكذبان مددان نتان فبأي أعلا ربكما تكذبان فيهما عينان من الضتان فبأي أعلا ربكما تكذبان فيهما فات جسور ونخل ورمان فبأي أعلا ربكما تكذبان فيهما خيرات الحسان فبأي أعلا ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي أعلا ربكما تكذبان فبأي أعلا ربكما تكذبان فبأي أعلا ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرعيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلا بسم الله الرحيم الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعاه فجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها زال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم ثم رجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعمير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور قل لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكو ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَا الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضٍ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ ذَذَ الَّذِينَ هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانُ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورُ أَمَّنْ ذَذَ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقُهُ بل لجوا في عطو ونفور أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْتِدَةِ قُلْ إِلَمَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي دَرْأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَكُولُونَ مَتَى هَذَ الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ سُلْفَةً سِيئَتْ أُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سِيئَتْ أُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعْيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٌ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضُلَالٍ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَعِيمٌ أَعَوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم الكرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أن لا تطغف الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبود العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الإنسان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقين ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقين مرج البحرين يلتقين بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما النؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقين مرج البحرين يلتقين فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها سان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما كذبان يسأله في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفره لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما كذبان يرسل عليكم شواه من نار ونخاصر فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما كذبان سنفره لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما كذبان فيوم إلا يسأل عن ذنبه إلا سنفره لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما كذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي لآلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حليم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جلل مكان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من خاف مقام ربكما تكذبان متكئين على خرش بطاء مجام استبرط ولمن خاف مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء 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 ربكما تكذبان ومن دونهما جميل نتان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 متكئين على رفرف الخطر وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعاه فاجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها زال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي في يده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور فكاد تميز من الغيظ قل لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضٍ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ ذَذَ الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ أَمَّنْ ذَذَ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقُهُ بَلْ لَجُّوا فِي عْطُوٍ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُتِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّ أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْتِدَةِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي دَرْأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنُ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سِيئَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعْيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضُلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ أَعَوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمٍ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمٍ الرَّحْمَنِ عَلَّمَ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنْسَانِ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ وَالنَّجَمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضْعَ الْمِيزَانِ أَنَّا تَطْغَوْفِ الْمِيزَانِ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْصِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَرَضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُثَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّدُ الْعَصِّ وَالْرَيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلِّكَ الْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مِمَارِجٍ مِنْ نَارِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَ الْمُؤْلُؤْ وَالْمَوَجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَالْمَغْرِبَيْنِ وَالَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا سَانِ وَيَبَقَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُوَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ وَالْفِ السَّمَاةِ وَالْأَرْضِ قُلُّ يَوْمٍ هِوَ فِي شَأْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفَرُهُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَتَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا إِنِ اسْتَتَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَنْفُذُونَ إِنَّا بِسُلْطَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَادٌ مِنْ نَارٍ وَنُخَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرَدَةً تَنْدِهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذِمْ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَاجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ يُعْرَفُ الْمُجْرِمَهُمْ فَيُؤْخَذُ لِنَّ وَالْصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَكُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَلِّمِ الْآنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَلْمَةً فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دَوَاتَ أَسْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِ مَا عَيْنَانِ تَجَرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِ مَا مِنْ قُلِّ فَاكِجَ فِيهِ مَا عَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى خُرُشٍ بَطَاءِ مُجَامٍ استَبَرَقَ وَجَلَى الجَنَّتَيْ لِدَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَا قُصْتَرَفِ لَمْ يَطْمِحْهُنَّ إِنْ سُوءُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَوَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِنَّ الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِنْ دُونِهِمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدَذَاءُ الْمَقَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَا مِنَ الْمَقَطَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَّ خَيْرَاتُ الْحِسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حَوْرٌ مَقَصُورَةٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُمْ لَإِنْ سَوْرَوْا قَبَلَهُمْ وَلَا جَالِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متكئين على رَفْرَفٍ خُطْرٍ وَعَبْقَرِيْجِ الْحِسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَعْوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَطَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرَحَاهِ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِنَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبَرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبَلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعمير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ قل لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكو ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفتده قل لي لما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا هزوفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الكرآن خلق الإنسان علمه البيان أشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطلوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخصر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل اشتركوا في القناة والأشتركوا في القناة اشتركوا 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 في القناة حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهم لإنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف الخطر وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرعيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرحا فاجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعمير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ قل لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكب ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصط بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي متبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه سلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الكرآن خلق الإنسان علمه البيان أشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطلوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأمام فيها ساكهة والنخل ذات الأكمام ساكهة 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 من أحوَذ بالhere الدخول ولتكهة ساكهة jsk White هة ساكهة دقية يخرج منهما النؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان قل من عليها سام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل الله في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرج لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواه من نار ونخسر ونخسر فلا تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقعت السماوات والأرض فإذا شقعت السماوات والأرض فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرمون بسماوات والسماوات والأرض فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حليل الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جل المكان فبأي آلاء ربكما تكذبان دوات أسنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على خرش بطاء ولمن خاف مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن خاف مقام ربكما تكذبان مقام ربكما تكذبان مقام ربكما تجريان ومن خاف مقام ربكما تكذبان مقام ربكما تكذبان مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعوذ بالله من الشيطان الرعيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرحا فاجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرا فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها زال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي في يده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِمِيرُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُونَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيِّظُ قُلْ لَمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تنور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضٌ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ ذَذَ الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ أَمَّنْ ذَذَ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لجوا في عطو ونفور أَفَمَنْ يَمْشِي مُتِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْتِدَةِ قُلْ إِلَمَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي دَرْأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَ الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعْيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٌ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضُلَالٍ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٌ أَعَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطلوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخصر الميزان والأرض وضعها للأمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصي ورائحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصاليك الفخار وخلق الجهن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشريقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقين مرج البحرين يلتقين بينهما برزخل لا يبغين إلتقين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما المؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشاة في البحر كان أعلم فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها سان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ورح السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرج لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أكبر السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونخسر فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ من نواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حليم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاص مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على خرش بطاء ولمن خاص مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء 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 ربكما تكذبان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يضمثن لإنسا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خطر وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرعيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المراحا فاجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها زال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعمير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ قل لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكو ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفتده قل لي لما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه سلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الكرآن خلق الإنسان علمه البيان أشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطلوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل أشمس والميزان والأشمس والميزان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الإنسان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخبج منهما المؤلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 وله جوار المنشاة في البحر تأعلم فبأي آلاء ربكما تكذبان وله جوار المنشاة فبأي آلاء ربكما تكذبان وله جوار المنشاة ويبقى وجه ربك ذو الجلال وفي شبكم فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنصره لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتكم أن تنصدو من أقطار السماوات والأرض فانخذوا لا تنخذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواب من نار ونخصر فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقة السماء فكانت وردتا تبديان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ونجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُعرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ رِلِّنَّ وَاصِيُّ وَالْأَقْدَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَلِيمٍ الْآنِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكما تكذبان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَلْنَةً فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكما تكذبان دَوَاتَ أَسْنَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكما تكذبان دَوَاتَ أَسْنَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكما تكذبان دَوَاتَ أَسْنَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكما تكذبان متكئين على خرش بطائنها ملك السبرق وجنال جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الثرف لم يطمثهن لإنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقود والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جان مكان فبأي آلاء ربكما تكذبان مددان مكان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المراحاه فاجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرا فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعمير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ قل لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكو ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِنَا الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٌ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ ذَذَ الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورُ أَمَّنْ ذَذَ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقُهُ بل لجوا في عطو ونفور أَفَمَنْ يَمْشِي مُتِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْتِدَةِ قُلْ إِلَمَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي دَرْأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَكُولُونَ مَتَى هَزَ الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ سُلْفَةً سِيئَتْ أُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سِيئَتْ أُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعْيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٌ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضُلَالٍ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِيمٌ أَعَوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أَنْ لَا تَطْغَرْفِ الْمِيزَانِ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَرَضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فيها فاكهة وَالنَخْلُ ذاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُدُ الْعَصِّ وَالْرَيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلِّكَ الْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مِمَارِجٍ مِنْ نَارِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرَزَخُلُ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْمُؤْلُؤُ وَالْمَرَجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَالَهُمْ جَوَارِ الْمُنْشَآتُ سِلْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا سَالِ وَيَبَقَى وَجَهُ رَبِّكَذُ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هِوَ فِي شَأْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُهُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَتَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا إِنْ اسْتَتَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ شُوَادٌ مِنْ نَارٍ وَنُخَاسُمُ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرَدَةً تَنْدِهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَاجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّ وَاصِيُّ وَالْأَقْدَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَكُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيلٍ آلِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَلِّ الْمَكَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِ مَا عَيْنَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِ مَا مِنْ قُلِّ فَاكِجَفِ الْزَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى خُرُشٍ بَطَاءِ مُدَامٍ إِسْتَبَرَطَ وَجَلَى الجَنَّتَيْ لِدَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الصَّرَفِ لَمْ يَطَمِحْهُمْ لِنَّ إِنْ سُوْرُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَوَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِنَّ الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِنْ دُورِهِمَا جَمِنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدَذَاءُ مَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَا مِنَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَا تَكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهم من خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تتذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تتذبان لم يطمثهم لإنسا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تتذبان متكئين على رفرف الخطر وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تتذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرعيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعاه فجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي في يده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كراتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُونَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيِّرِ قُلْ لَمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ظُلَالٍ كَبِيرٌ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْتِلُ مَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ السَّعِيرُ فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَسْحَابِ السَّعِيرُ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن ذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أن لا تطغر في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام خلق الإنسان من صلصان والحبود العصي ورائحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان والفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشريقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخلق الإنسان من صلصان يخلق الإنسان من صلصان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله سغلق الإنسان من صلصان يسأله وهو سرد فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان لقل أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونخاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة تنفذان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماهم فيعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ من نواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حليم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاص مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاص مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ومقام ربكما تتكذبان متكئين على خرش بطاوا يكون عام مقام استبرت وجنى الجنة يلدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إن إنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقود والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جميل نتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مددان مددان 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مددان 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يضمثن لإنسا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف الخطر وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك السوربك بالجلال والإكرار